دي قمة المناخ بالنسبة لك انت كمواطن النهاردة وإحنا بنتكلم بكرة والسنة الجاية تقول ليه لسه هستنى للسنة الجاية؟ بقولك يا رجل ده احنا لسه بنقول صباح الفل جلسات افتتاحية إجرائية في اليوم الأول وبنوقع عقود إذن إذن بص على الأمور كحقيقة مجردة ما فيهاش أي مجال بالبلد كده للافتكاس والفزلكة عقود بتتوقع وإحنا موجودين طيب إحنا كده استلمنا يعني إحنا استلمنا كده هذه الدورة رقم 27 فتشهد الجلسة اختيار وانتخاب سيد الوزير معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري كان رئيس للدورة 27 وأعلن اعتماد جدول أعمال القمة وأعلن لأول مرة عن إدراج خد بالك بقى قمة التنفيذ فين ده؟ إدراك تمويل الأضرار والخسائر الناجمة عن تغير المناخ ضمن جدول أعمال القمة طيب ده الصبح العصر بقى اللي كنت بقولك عليه افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري منطقة المعارض والأجنحة الحكومية للوزرات في المنطقة الخضرة فكي منطقة الخضرة لكن الإخوان بيحكي لك منطقة الخضرة هذه المنطقة التي سوف تشهد التظاهرات منطقة الخضرة مشاركات الدول فكي بقيت لكم لأن هم جهلة فحتى لما بيجوا يسوقوا فكرة بيسوقوا غلط تخليش الإخوان يبيعوا باعتهم عليك يعني مهم طيب المنطقة دي المنطقة الخضرة اللي بكلمك لها تعدل أكبر في مؤتمر أو في مؤتمرات المناخ السابقة لم تشهد المؤتمرات السابقة منطقة خضراء بهذا الحجم تنفيذها تم على شكل ظهرة اللوتس بتاعتنا كرمز لحضارتنا المصرية الأديمة